مرحبا بكم على قناة مجلة ريجي سوف نقدم لكم أسهل طريقة لصنع جينة البيتزا كل ما نحتاجه مكيال من الماء ممكن أن نكيل بكوب ربع مكيال زيت أعشاب عطرية ثوم مطحون ملعقة خميرة فورية نمزج الكل بقدونس مجفف ونضيف كوب من الطحين نمزج نتركه مدة خمس دقائق ونضيف ثلاث أكواب أخرى من الطحين أي في كوب الماء أربع أكواب طحين الصلصة هي عبارة عن طماطم مبشورة ثوم زيت زيتون وزعتر نفرد العجينة نقطع على حسب الرغبة نضع الطماطم نزين أيضا على حسب الرغبة ندخلها إلى فرن مسخن 180 درجة نتركها حوالي من 15 إلى 20 دقيقة ممكن أن نحمرها أكثر إذا كنا نرغب في أن تكون مقرمشة دمتم في رعاية الله وحفظه لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلكم الجديد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر